وينضم إلينا هنا في الاستوديو الباحث والمحلل السياسي وأحد المشاركين في المؤتمر الدكتور طارق طهبوب مرحبا بك دكتور طارق دكتور طارق بداية يعني ما الهدف من عقد هذا المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم تاريخيا أخي فلسطينيو الشتات أو الخارج أو فلسطينيو المنافي وهم العدد الأكبر والرقم الأصعب في القضية الفلسطينية دورهم مهمة شخفية على بدل 40 عامة الباضية يعني حتى قضية منظمة التحرير وقضية تمثيلهم مع أنهم هم الأنشط وهم الأكثر عطاءا خارج فلسطين بالنسبة لقضية فلسطين يعني أنت مقولة قول دمائر الشهيرة بأن الكبار يمكتون والصغر ينسون الحقيقة ما أثبت عكسها ومطلانها وفسادها إلا فلسطينيو الشتات الذين لم يعيشوا في فلسطين ولم يسكنوا فيها ولكن فلسطين تسكنهم حقيقة نعم دكتور طيب يعني المعالم الرئيسية للخطاب السياسي للمؤتمر والخطوات العملية لتفعيل دور فلسطيني الخارج في المشهد السياسي الفلسطيني ما دوركم في هذا؟ والله إحنا كان دورك رئيس سابق لتجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا قائم على تفعيل دور النقابات ودور الطاقات الفلسطينية المنتشرة في أنحاء العالم لخدمة الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات وفي فلسطين وفي المخيبات هل ما زلتم تعتبرون أن منظمة التحرير الفلسطينية هي منظمة تمثل كل الفلسطينيين؟ هي منظمة التحرير قائمة وكيام قائم ودولي ومعترف به لكن كما قلت لك عبدال 40 عاما لم يكن هناك أي دور على الإطلاق الفلسطينيين المنافي وهم العدد الأكبر والرقب الأصعب فتمثيلهم الآن ضروري وجاء المؤتمر كخطوة تصحيحية للتأكيد على دورهم في هذا الكلام إذن هل تدرك اليوم منظمة التحرير بدأ تقصيرها تجاه القضية الفلسطينية كما ترون؟ والله إحنا نرجو أنه بدل الصراخ على المؤتمر وبدل الاتهامات وشيطنة الأشخاص والفكرة والبرنامج أن منظمة التحرير تعد درس أنه آن الأوان لتصحيح المسار ولتفعيل قضية فلسطينية يعني أنت تستغرب أنه كل العالم الآن يطالب بإجراء انتخابات لابد تحصل انتخابات في البلد لمواطنه وقارج البلد فلسطين لغاية الآن حصلت فيها انتخابات لم يتشترك يا فلسطينيون منافي على الإطلاق ولا يوجد أي شيء يمثلهم حقيقة نعم دكتور طهبوب يعني أهم التحديات والمخاطر التي يعيشها الفلسطينيون في الخارج في ظل تراجع الحقيقة للدور العربي يعني الذي يمثل العمق الاستراتيجي بالنسبة للقضية الفلسطينية طبعا نتيجة الاقتطاح والحروب التي تعصف ببلدانه نعم يعني ما هي هذه التحديات؟ كيف ستتجاوزونها؟ نعم هو جزء من الضغط على القضية الفلسطينية للأزبات والحروب المحيطة بفلسطين والأزبات المفتعلة يعني هي كل هذا الكلام الناس نتكلم عن الربيع العربي أنه كان كارثة الربيع العربي هو أدبل ما حدث لهذه الأمة ولكن المؤبرات والانقلابات والعمالة العسكر للغرب ولغير الغرب هي التي أنتجت النتيجة التي نعيش فيها وهذا أيضا له دور في تصفية القضية الفلسطينية ومن المخططات المعروضة مثل الدولة في سناء أو وطن مديل أو إلى آخر إلا جزء من هذه المخططات المطروحة تنفيذا لإنهاء قضية الفلسطينية وخاب فألهم وسعيهم نعم البحث المحلل السياسي وأحد المشاركين في المؤتمر الدكتور طارق طهبوب شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا طارق الله فيك